السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زيادهاني. اه دلوقتي عايزين نقدم لكم حلقة من برنامج من لعبة برو. هنلعب اللعبة دي. ان اللعبة دي. يعني دي بفلوس. دي شارينها من علمات جرب اللي بفلوس. واللعبة دي. سيباكم اللعبة دي دلوقتي. اللعبة دي. نازل فيها جديد. يعني دي هي دي بس دي بيبقى بطيارات مفتوحة فيها بفلوس. اه دي من غير فلوس لابرو. ودي الطيارات تبقى مفتوحة فيها بفلوس لان دي اصلا قرية شاريها من متجر بفلوس. ما ما فيش ده اللي احنا ندخل نفتح البرنامج ونشتري برضو منه. ما نبدأ على بركة الله. اه فيه هنا طيارة نازلة جديدة. لكن للأسف بس يعني انا اصلا طبعا يعني الحاجات اللي فيها لسه عايز اشتريها. لسه مش لسه مش اشتريتها. ما ندخل على نهاردة ان شاء الله عاملين رحلة. مش عارف الصراحة يعني اروح لبنان. والله. اروح سوريا. ولا اروح الكويت. لان انا عمي احتار ما بين الثلاث دول دول. اللي عايز تفتح. طبعا اصلا دلوقتي واحدة وديتين ايه. نعمل فيديو. تماني. هنا طبعا انا هنا فتح يعني اصلا مفتوح فيها. كل بتاع روت. واخد فيها يعني لو تجي كده بس ببصوا معايا. اه ثانية. ايه الرطبة دي واخد فيها يعني رطبة عالية لانتم شايفينها اللي اضللتها دي. تمام? مش عارف اللي اه اللي عبارة جايه التاني. عارف اللي قد كده بتاعلي في ايه حتة. ونبدأ نشوف عايزين نركب اني طيارة زين طيارة بكون خفيفة وسريعة. عاستر ما كنتش عملت بيها فيديوهات قبل كده. ممكن نركب الطيارة دي. نظبطها نشوف عدد دي بتمشي خمستاشر الف كيلو متر لو شايفنا تحت. عدد الباسنجر خليه نص بزاق. فل. هسافة مش كبيرة جدا يعني. اه اللود ده مسلا صنعته الحاجات دي. اه قد تعمل رحلة قد بلعب يعني مش بعمل فيديوهات او حاجة بلعبها دي بخور. ايه دي زي ما انتم شايفين خريطة العالم كله. نعمل مثلا تل قبيب اها. تل قبيب ودي بيروت دي اللي كنت نواروح هنطلع ان شاء الله من مصر. مش عارف نعمل ايه طب ماشي. نروح وفيدي بغداد هنا دي. دي بغداد. دي بيروت. تل قبيب. اومان. ودي ايلات. منها ايلات. طبعا المسافة انا صغيرة قوي بقى هنجي. نصرا هنيجي من اول بيروت لحد داية مصر. تلتمية واربعة ميل. ها اعملها لكم حالا. اهي. صانية واحدة. ثانية. اهي. اهي. الحتة دي. اهي. شايفنا بس بخط زهار فوق. ابيضلا بيارت ربع مية واربعة. واتنين من عشرة ميل. لحوالي مسلا. انا كتير. مسلا بتاع الف كيلو. تقريبا يعني. عندي يا دور برضو معايش. يعني نعمل هنا. ده بالوقت الحقيقي. لكده هنعمل تيك اوف. طبعا الحمد لله الساعة يعني الساعة واحدة وخمس دقيق. احنا بالليل. اه. احنا طبعا بالليل. طبعا هنا عشان انا مقافل الانيرجي بتاعت الطيورة نفسها. كده فتحنا الانيرجي بتاعت الطيورة. بنفتح دي. ودي. عشان الطيورة تعمل حركة انسيابية معنا. ترى دي انا عمري ما لعبت بيها اساسا قبل كده. انت اللابة فيها يعني اللابة فيها طيارات كتير جدا. تصراح يعني اللابة من جوة. جرافيكس خالية. انا عملها فول اتش دي جرافيك. ونمشي على بركة الله. اه. انا طبعا مش هعمل مش عايز اعمل يعني يعني اله. يعني هنا في حاجة اسمها ايه? تايم. اللي هي التايم دي. انا اول لما بعمل تايم ده بيشتغل من نفسه او انا قصد انا بشغله. ما انا مش عايز اشغاله عشان يعني لو عملتها مسلا الرقلة هتتعمل الفقل من خمس دقايق. نطلع كنشوف الطيورة من برا. اهو. طلعنا. جير. دي البتاعة دي لو انتم شايفينها اللي جنب الجهاز اللي هو منه ورده. اللي جنبيها. دي المسؤولة عن الجيرس. دوعا الاختارة فعلا الخيالية طبعا من جوه. وانا احنا عايزين نركز في الرحلة بتاعتنا. وعايزين نطلع. ارتفاع مسلا. نطلع ارتفاع كبه عشان يعني كل لما نطلع احلى كل لما السرعة بتاعتنا اكبر بكتب بكتير. نطلع مسلا على كام. على سبعتاشر. نطلع على سبعتاشر الف. ما شو هو من سبعتاشر ومية. ودي عايزين نزبط. من رضي يا طبعا بيطلع من نفسه يعني. طبعا انا برضو متحكم في الطيورة. ده انا مش شغل الطيور برضو متحكم في الطيورة بتاعتني. طبعا يعني الوقت الوقت جدا. الوقت تقفئة يعني مسلا من مصر او قصدي من من بيروت. ناسف. من بيروت الى مصر حوالي ساعتين. هنا هنشوف. ممكن ساعتين او ساعتين ويه. يعني موقت بجد. بس طبعا مش هنوقت ساعتين نسجل. اللي هو اه تايم بتاع الفيديو يعني. استحيل شنوات ساعتين نصور فيه. عايزين نرفع دي كده فوق. انا اطلع سرعة. ربعمية واربعتاشر. مسافة اللي هو بطلع فوق ستمية وامتيين قدم. ستمية وست تلاف تلتمية قدم. اه طبعا هنا كل حاجة تماما انا كل شوية لازم ابص على الاجهزة بتاعتي. دي بتاعت بتاعت الجناح اللي هرا. او اللي هو ده. ايه بتاعت الجناح ده. اللعبة فعلا الحقيقية بجد يعني. اكيد هنا برضو في اللعبة الساعة واحدة واحدة وتسعة دقائق. اكيد برضو في اللعبة الساعة واحدة وتسعة دقائق لان توقيتنا تقريبا زي توقيت لبنان. ان شاء الله هنبقى هناك بالزبط. اه في مصر داخلين ارض مصر. اه مش عارف بقى انا اعمل لكم ايه? فيديوهات الفترة الجاية. اريد تكتبونا في الكومنتات تحت. وان شاء الله هسيب لكم رابط اللعبة اسفل اه الفيديو. اللي عايز يجربها. هسيب اللينك بتاعها. طبعا يعني انا هنصح الناس بتجربها لانها يعني هي لعبة جميلة جدا. اه تجربتها حلو اه كايرو اه. تجربتها مش وعش. انا طبعا عايز اعمل رحلات يعني مرة كنت قاعد اعملت رحلة رحلة يا ميشات تدقوني رحلة خيالية. عملت من اه رحلة من اول استراليا. عملت من استراليا تخيل من استراليا عملت في حالة طب جنوب افراقيا. وبعد كده روحت من جنوب افراقيا. على الولايات المتحدة الامريكية. كانت رحلة الصراء فظيع يعني. طبعا خدت من نوعتي كتير اصلا ما خدش بصور فيديو او حاجة. خدت من نوعتي كتير جدا وانا ارجوكو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجهاز مش تخسروا حاجة عشان يوصلكوا كل الحاجة اعملها. طبعا انا اطالب اصلاف الصف الاولي السنوي ما معي التابلت مش عارب ايه التابلت معي جنبي هنا اهو. ما عايزة ان شاء الله الفيديو ده هينزل. النهاردة ايه? النهاردة الاتنين. نهاردة الاتنين تقريبا. يوم التلاتة عشان فيه كان فيديو تاني. عايز ارفعوا معاهم فيديو عالتابلت مش عارف ايه? عايز ارفعوا معاهم. هي القانوة ممكن حاجات عالتابلت ازاي تزاكر مسلا الحاملة اللي هم عملوها اللي هم منعوا الدروس والحاجات دي. انا ان شاء الله هنعمل فيديو اه وصف التابلت دلوه بصف الاول السنوي. الصراحة يعني التاب اللي مسلمه لنا الوزارة تاب رائع جدا. امكانياته مش وحشة امكانياته متوسطة مش وحشة. ويعني وانا ببعط رسالة بس ايه? للناس اللي يعني بتحكر التابلت ده. يعني انا نفسه عارف حاجة. انتو بتحكروا ليه? يعني يعني ده حاجة كده زي مستقبلكم. انتو بتحكروا ليه? انا مش عاير. بس اللي يعني ما لهو ما فيش ده اللي هو يتحكر. طبعا? ممكن نطلع على ارتفاع عايزين نقعر شوية عشان السرعة بتاقتنا. انا برضو في نفس الوقت مش عايز اعمل الطايم. دلوقتي وقت الفيديو حداشر دقيقة. يعني ممكن نقفل الفيديو ده على كم دقيقة? ان شاء الله ان شاء الله. على مسلا خمسة وعشرين دقيقة. هنكون بوصلنا. مس انا مش عايز نفعل الطايم بس. طب نفعله شوية صغرين. عشان احنا يعني مش عارف الطايرة مش عارف بطيقة تقريبا او ايه? مش عايز بس اتطول عليكم وقت الفيديو عشان احنا يعني ان هدفنا الفترة جديده. اللي انت تتفرج على الفيديو كامل. انا انا مش عارف انا انا غلطان بس هي الطايرة دي مناسبة للرحلة يعني كان في طايرة تانية باربع محركات. الطايرة دي كان زبان دي اصلا دلوقتي وصلنا. بس مش مهم ده يعني يعني وهت حقيقي. ما دي حاجة حلوة دي ميزة طبعا في اللعبة. انا طبعا عشان مش عايز اطول عليكم وقت الفيديو. ما انا مش مش عايز يعني اه ازود مدة الرحلة. عد خمسة عشرين دي ايه مسلا. عشان اللي هي يعد يتفرج. يتفرج على الفيديو بالكامل ان شاء الله. طبعا هنا في مش عارف انت شايفينه لا لا سالب سالب فوق اه في البتاع اللي هي السودة اللي في النص دي. الجهاز اللي سودر في النص ده. هنا بيقول لي تحت تسعة وتسعين وتلاتة ومن عشرة تحت ايه? ده تقريبا عدد الاميال. اربعة. دي سرعة الرياح اللي هي اربعة دي. سرعة الرياح اللي هي لسها من تحت. درجة الحرارة اربعين اه مش واحد واربعين درجة وبرضو اربعين اللي هي اسمه في الخناية ولا في النهاية. اللي هي اربعين دي. تلاتة واربعين اربعين. بيبقوا زي بعض. يعني لو انا اكد عليها تليوم زي بعض او اختلاف درجة تقريبا. اختلاف درجة اتنين. ما ان شاء الله. نوصل لارض الوطن. اه مش عارف النصة عاملة ايه مع الفيروس كورونا ده. اصلا مفروض اصلا اللي مفيش رحلات جوية ما بيننا وما بين او ما بين ما بيننا يعني احنا وما بين لبنان بيروت ما فيش رحلات جوية. دي لعبة طبعا يعني. يعني هي في الحقيقة فعلا يعني ما ما فيش رحلات جوية وقفت طيران تقريبا في شركات كتير قوي وقفت الطيران بتاعتها. انا طبعا يعني يعني عايز اقول لك على حاجة اصلا يعني اللي نفسها يعني وشغلنا اللي نفسها اشتغلها. انا نفسي اطيار مدني. او طيار حربي. بس اللي نفسي اكتر لي طيار مدني. والحربي برضو الحربي جميل جدا مش وحش. بس طبعا الطيران المدني تقريبا اقمن بكتير طيران المدني. طبعا جرافيك والستارز السكاي حاجة رائعة يعني النجوم في السماء فعلا تحس اللي هي بجد جد فعلا. دلوقتي على ارتفاع تسعة وتلاتين الف وسبعمية او تسعة تلاتين الف وتمنمية. السرعة السرعة تقريبا دي اخر سرعة في الطيارة. بتتحرك نسبيا بتتحرك شوية. اخر سرعة في الطيارة خمسمية ستة وخمسين. اه تقريبا كنوتس ميل ميل تقريبا. او وقدة او ميل. دلوقتي هي فوق البحر المتوسط. وهنا مطار تل بس انه طبعا مش انا اللي هنزل فيه. بريد عني بحوالي سبعين ميل. مطار اومان هو اللي انا بمضلله اللي على السهم البرتقاني. بريد عني بحوالي مية وتلاتين ميل. مطار الكاهرة. هيبقى ان شاء الله في ارض الوطن. كمان مية واحد وتمانين ميل. خلاص قربنا. نرجع للغاية الطيارة تاني. بنا يعني بقول بقول لحضراتكم يعني. قارت تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس. باسيب لكم رابط اللعبة اسفل الفيديو. تحت في صندوق الوصف. وعايزين كومنتات شوف رأيكم في الفيديو ايه? وعامل انا فيديو تقريبا زي ده او كزا عامل كزا فيديو زي داعك القناة بتاعتي. بدخلوا يشوفوه. ادعمونا بلايك وعايزين نوصل القناة دي لالف مشترك. عشان اقدر افعل حساب جوجل يعني لنتفعيل الربح وكده. هذا ان شاء الله مية ستة واربعين ميل. ترى دي سريعة جدا على فكرة يعني مش بطيقة يعني بالنسبة بالنسبة الاتنين محرك. الطيرة دي اربوس على فكرة. اقول لكم ليه بقى? شايفين? شايفين? اقول لكم انا قفت اللي عايز اقول لكم على حاجة عرفت ازاي اربوس او بقى. شايفين المقبض ده. المقبض ده موجود في طيارات الاربوس اللي هو الطيار الكابتن بيتحكم فيه من الايد. تمام? دلوقتي ارجع البتاع. رجع الفيديو. سانية واحدة. نعمل كده تاني. ماشي. هنا بقى في الطيارات البوينج بيبقى المقبض هنا كده. طويل. واعمل زي الدراع كده. الدراع مثلا. الطيار هو اللي بيتحكم فيه. لكن اللي هنا ده. ده اللي هو هنا ده. ده بتاع تمام? آآ ده مسلا ده جهاز اللي انا عمل عليه ساهم ده. ده جهاز اللي هو تحديد الارتفاع. الآن عندك كابتن هو اللي بيشوف يعني. ده بيقول لك فيها عصير او حاجة. بيخبرك يعني بكل حاجة اللي هو الجهاز ده. لأ مش ده. صانية. اهو هو الجهاز البيستويت ده. وده الجهاز ده جنبه. ودي اللي فلابس بس طبعا نشين فعالها دلوقتي. طبعا نسمعت الصوت عشان انا دست عليها. سارك جعتها الفلابس دي وانا بنازل المفروض عشان بتقلل سرعة الهواء. ان شاء الله الفيديو مش هيزيد عن خمسة وعشرين دقيقة ان شاء الله. ما اش عايز افكركم تاني يريد تدعمونا بلايك. اشتركوا بالقناة ليسألكو كل جديد. هتلاقى ان شاء الله بكرة فيديو هتنزلة على القناة بتاعتي قناة زي زهاني طبعا حدد صورتي عليها. طبعا لسه يعني القناة صغيرة عايز دعمكم فيها. لسه مية وتلاتين ميل على على وصلنا على مصطبه. انا هقول لكم دلوقتي انا قطعت بالزبط. انسعت لما اطعتهم مطار بيروت. انا قطعت مية سبع وسبعين ميل. تمام? لسه اقلم المسافة اللي احنا قطعناها دي كتير. ممكن نشغل الطايم دي ابس دبت. عيضب بالصيصة وصلنا يعني البحر المتوسط كده على الاسكندرية. شايفين النقطة اللي انا عملك على برتقاني دي. دي بقى دي بقى جوا مصر. اهي. اي اكس دي شايفين اي اكس دي. اللي هي مكتوب عليها مية سبع وتلاتين ميل. دي اللي هي الاسكندرية. ما هو بيعمل الاختصارات. اه للتفاضلية مية ميل. اه ممكن اطلع تمام كده خلاص مش عدت هعمل طايم تاني. دي الانوار اللي في الطيورة. يعني مثلا بتاع زي ده كده. ده نور بدا الطيور. دي طبعا اللي هي الزراير دي. الزراير التحكم طبعا. يعني اعرفها. بيبقى درسها. عارفها. عارفها كل حاجة. دي ايه على ما ازن يعني عشان شفتها قبل كده. دي زراير سشورك عليها. دي بتاع ده. الزراير التحاري اللي انا بتحكم عليها من نرجع تاني. اللي انا بتحكم فيها من دي. ده اللي هي الزراير التحاري قالي. بس طبعا دي في الطيورة نفسها يعني من جوة. اللي حتى اللي اشي هورتلك عليها دي. اه اتنين وتسعين. واحد وتسعين ميل. ونكون في مصر ان شاء الله. وطبعا انا عايز اقول الكلمة يعني للناس. ياريت الناس تلتزم باللي قالتها لها الدولة. من ناحية ايه? الناس تلتزم بيوتها. مش هيجي خلاص على الاسبوع او الاسبوعين اللي الدولة محددة اللي هي تبقى فيه. الناس تقف في بيوتها تلتزم في بيوتها. خلاص مش هيجرى حاجة. الدنيا مش هتقف. عشان مش نبقى زي اي دولة تانية. العدوى كورونا دا يا جماعة بينتشر بسرعة جدا. وياريت الناس وياريت الناس تلتزم باللي بتقول الدولة دي الدولة. الدولة مش هتقول لكم حاجة غلط ولا حاجة تضركوا. يعني انا بقول اسمعوا الكلام. ياريت اسمعوا الكلام. يعني انا مثلا انا ولا بروح المدرسة. طبعا مدرسة مقفولة. ولا بروح درس ولا بروح اي حاجة. يكتفي يكتفي المذاكرة في البيت. يا عم زاكر في البيت. مش هيجرى حاجة. انت لو مسكتك كتاب اي حاجة اي كتاب. مسكت قريط فيه شوية. وحل عليه. احلى سلسلة في الكتب تقريبا كتاب الامتحان. انا جايب السلسلة بتاعته كلها. جيب الكتاب ده. روح يا عم مع نفسك. انت يعني انت يعني احنا كطلاب يعني يعني قدرس طاعتنا عالية. يعني بنفهم الحاجات دي. يقرأها. زاكرها كده بتماعهم. فهم. والله العظيم ما هتحتاج لدرس. انا مش هتحتاج لدرس. صدقني. انا فعلا انا فعلا لما قعدت من الدروس. بايه باعمل كده? يعني انا بايه باعمل كده? حسيت بفرق رهيب. انا عايز اجد انا اقول لك على حاجة. لسه شاي لسه. ما حابع دي دلوقتي. وانا بقلب كده. شايفين البتاع دي? اللي هو مكتوب عليه. فاير بالاحمر ده. ده اقول لكم بقى فين? في اللي هي الضرار بتاعت الطائرة دي. هي. فاير فاير. بس دي اللي انا فدحتها دي. دي بقى فيها اتنين. دي طبعا انا لو دست هنا. انا برجع القفل بتاعتين. انا دي لو دست هنا بيطلع بتاع يعني لو في حريقة يعني. بيطفيها. طبعا? آآ نبدأ آآ عايزين نعمل حاجة دلوقتي نبدأ نعمل ايه? آآ نتحكم بقى ذاتين بالطائرة. احنا عايزين نبدأ ننزل بس 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 بس. بتاع دي? عشان انا كده بابدأ انزل. بيجيب لك الضغط الجوي هنا. طبعا مش لازم انزل جامد. ده النص في الطبيعة يعني بتنزل كده. يعني بص مش بيخلي الطائرة ولا تميل ولا يبين ولا اشمال بالزبط بص في النص كده. اخلي الحتتين اللي هما اللي هما السود دول. عشان الطائرة ما تنزلش يعني بص. بتنزلش البوزها. انا كده اخلي الطائرة ما تنزلش البوزها. تمام? لسه سبعة وتلاتين ميل يا دوب. يا دوب ننزل. بحب طبعا اعمل لبنة جانبات الطائرة. هذه ما اخدنا على فكرة ما طبق هوائي. خدنا ما طبق هوائي. خلاص. وصلنا من الارض. القاهرة بتنور. اه. منسلت كما انا اقول لك على حاجة ونسبة يعني كورونا وكده. يا جماعة يا جماعة. اخسلوا ايديكو. يعني. يعني ابسط ابسط حاجة. يعني الدولة نفسها بيعمم مش دولة. اللي بتحافز على نفسك. ابسط حاجة النسبة تقول يا عم اخسل ايديك. مش هيجرى اي حاجة اخسل ايديك. هيجرى اي يعني? مش هيجرى اي حاجة. اخسل ايديك. المفروض اصلا ما تلمس اي حاجة. يعني ما تلمس وشك. ما تلمس بقك. ما تلمسهمش يعني ما تلمسهمش. دي على سلامتك يعني يعني انا مش عارف يعني الناس حقها. يعني يعني مش عارف اقول لي يعني الناس بتوعيكو. الدولة بتوعيكو. على فكرة انا شايف جماعة المطار هناك اهو. لو انتم شايفينه معي. عايزين ننزل نطلع بس ناخد سرعتنا المحددة. بس انا مش عارف هنزل في انهي. انهي مدرج من دول. عايز اطول مدرج. وتقريبا محددلي اللي في النص. بس انا مش هنزل فيه. انا هنزل في اول واحد عالشمال. طبعا? بتقريبا اطول واحد. بنا زي ما قلتلكم كده بنعمل الفلابس. بص بقى اوركش ركل الجناح دلوقتي. بيبقى اعمل ازاي بس ده ده الدنيا ليل. شاف هتشوف ولا لأ? قررت يبقى باين شكله تغير سيدنا. يعني الجناحات في حاجة طرقت منها كده. دي بتقلل السرعة. كده لا ما اقدرش هنزل اهو كده اقدر انزل الجرس اهي. اهي. بتنزل اهي. تمام? تمام. وفيه نور. في الجرس تقريبا. تقريبا اعرفك اللي في النص اطول واحد بس شو مهمة بقى خلاص. انا زبط معلش يا جماعة دي مش عايف درو بردو قال لي ايه? زبط نفس سعرة ده. اه لو ما ينفعش اغير الا الف بقى حولين المطار اللفة كاملة. عشان اعرف. اغير. سمعين. خمسمة يعني. تمام? ده الارتفاع. عدد. تمام? عايزين ننزل. سلاسة عايزين نخبط بالارض قوي. نشي. دي. البريك. نعملها فل. تمام. تمام. كده تمام. ان شاء الله في طيارة اللي انا قلتلكو عليها في الجديد. عايز العب بها. واعمل عليها فيديو ان شاء الله. واشوفكو في حلقة تانية. دلوقتي كده عملنا رحلة من مطار بيروت الى مطار القاهرة الدولي. تمام? آآ ممكن نعمل بلاقي كده. ده الراجل يعني اللي بنا في صعب يتوريك نفسك وانت بتنزل. ومع السلامة واشوفكو في فيديوهات تانية كتير جدا. واتنسوش تشتركوا بالقناة. فعلوا زر الجرس دي وصلوا كل جديد وجديد. الفيديو ان شاء الله يبقى تمانية وعشرين دقيقة. زلت تتفرجوا عليه كله. الفيديو جميل جدا. وردت جربوا اللعبة دي. ومع السلامة.